بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفن مش عيد الفن مش حرام الحرام هو اللي بيعملوه الفنانين في الفن الفن وسنينه اللي ممكن تكون سنين بيضة اوي او سدى اوي 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 المهم نختار اللي ينفعنا منه من غير ما يدحك علينا او يغيب عقولنا شخصية اليوم شخصية دخلت قلوبنا من باب الدحك والكوميديا والفرح اضحكنا لما نزلت من عيوننا الدموع لكنه رحل وهو يبكي وحيدا ولم ننتبه له لم ينتبه له الملايين الملايين المشاهدين اللي حبوه هو ده الدرس اوعى تغرك الايام والشهرة والاضاءة اوعى يغرك الكرسي والرياسة ولا الاضارة اوعى المال الكتير اوي يغرك كله ماشي كله فاني اشهر معلم في السينما المصرية انت عارفة ان كلمتي مش ممكن تنزل الارض ابدا حنفي خلاص تنزل المرة دي نعرف اسرار ايام الحزن والقهر في حياة ملك الكوميديا بدأ طريق النجومية صفعة من جورج ابيض وانتهت حياته باستجداء المرة فقت بصره وذاكرته وحبسته مراته وسرقت ثروته واتجوزت ابنه بالتبني عبد الفتاح الاسري الحزن متجسد في رجل عبد الفتاح الاسري ابن الصائغ ترك والده وراح للفن غضب عليه والده وقطعه بسبب الفن لما نهارت حياته ملقاش اي حد واقف جنبه من اهله المشهد الاخير في حياة عبد الفتاح الاسري مشهد مبكي محزن مؤمن وقف الفنان اللي ضحك الملايين خلف اسوار الشباك شباك غرفته المظلمة كظلام اواخر ايامه اللي فقت فيها بصر وقف ماسك حديد الشباك يشحت من الناس اللي ماشيين في الحارة بعد ما حبسته ومراته اللي خانته وخدت امواله كان بيطلب من الناس سجارة ويقول سجارة يا ناس سجارة يا ناس العيال الصغيرين ضحكوا عليه وكانوا بيقولوله طب قلنا نورماندي تو فقت جزء كبير من ذاكرته واصيب بالزهايمر رغم انه لم يكن في الوقت دا قد تخط سبعة وخمسين سنة من عمره بس حكايته ايه؟ عبد الفتاح القصري اللي حضرتك شفته وحبيته وحبيت ادواره وضحكت عليه وعلى افهاته اللي يفتح في حياة القصري ويدور هيلاقي السطين وحكايتين او اكتر في كل محطة من محطات حياته حتى تاريخ ميلاده ففي ناس بيقولوا انه تولد سنة 1905 في 15 ابريل تحديدا وفي ناس قالوا لا دا تولد في 15 ابريل 1897 يعني فيه اختلاف في كل محطات حياته بدأت حياته ازاي؟ كان ابن عيلة من العائلات اللي بتشتغل في الصاغة عندهم محلات دهب وتصنيع دهب في منطقة الصاغة في القاهرة والده هو فؤاد القسري واحد من عيلة القسري اصحاب المحلات محلات الدهب الكتير اوي في الجمالية كانت عيلة وليلة الانجاب للاولاد لما تولد القسري كان سبب فرحة كبيرة جدا لوالده والجده ولكل العيلة والده لانه حبه اوي كان فرحان بيه جدا دلعه واصبح ينطبق عليه فعلا الطفل اللي تولد وفي بقه معلقة دهب ارتبط عبدالفتاح القسري اوي بولده وبجده وبالمنطقة اللي عاش فيها منطقة الجمالية اصبح صاحب لاولاد البلد والطجار والبيعين في المنطقة دي وكمان كان صاحب لاولاد الاغنية اللي هو اصلا منهم حب الجلبية البلدي لبس الجلبية البلدي من صغره اصبح بيقلد اولاد البلد في اللبس والكلام والده كان عاوز يربيه تربية كويسة ويعلمه برضو تعليم كويس والده دخله مدرسة اللي سي اللي بيخشوها الطبقة الراقية اولاد الزوات ورغم تفوق الاسر في المدرسة في الدراسة اللي انه كان دايما بيتأخر عشان يروح المدرسة ليه؟ لانه كان بيحب يقعد على القهوة ويصهر مع اصحابه استمر في المدرسة لحد ما اتقن لغتين اتقان كامل اللغة الانجليزية واللغة الفرنسية ثم حسم امره وقال لا لا انا مليش دعوه بالمدرس مش هكمل دراسة وهروح اشتغل مع ابويا في محلات الدهب وفعلا اشتغل مع والده وازهر قدرة وبراعة كبيرة جدا في التعامل مع الزباين في البيع والشيرة وملغات الزبون ويحمل الزبون بضاعة ازاي ويشيله ويخرج الفلوس اللي منجيبه كان متقن جدا كمان لدور ابن البلد وتحديدا المعلم هل خاب الاسري لما دخل الفن هل كان لازم يكمل ميراث اجداده من صناعة وبيعين الدهب اتعرف الاسري على عدد من فنانين المصرح عشق الفن والتمثيل وبدأت محاولاته لاحتراف الفن فراح عشان يشتغل في عدد من الفرق المصرحية منها مثلا فرقة فوزي الجزيرلي وعبد الرحمن رشدي لكن الفرق دي ما قدرتش تكمل وقفلت وكان عندها مشاكل والده حس بغضب شديد عليه لما عرف انه دخل الفن وانه هيسيب التجارة وهيبعد عنه لانه كان بيرجع متأخر وبيصهر جدا بالليل الكلام ده طبعا في وقتها كان حاجة عبقى واظن اليومين دول ما فيش عيال بتتكسف من التأخير والكلام ده كله بمكن يرجع في اي وقت وما حدش فرق مع اي حد المهم ان بالفعل عبد الفتاح الاسري سمع كلام والده ولان والده ضغط عليه وغصب عليه ولا انه ما فيش اي حل في ابنه الا انه يجوزه اتجوز فعلا عبد الفتاح الاسري من اول زوجاته سنة 1916 لكن طلقها بسرعة بسبب عدم الانجاب هو كان عايز ولد وعيلته كلها كانت عايزة ولد لانها كانت عيلة مشهورة بعدم انجاب الولاد وكانت عندهم مشكلة ان حتى الولاد اللي بينجبوهم بيموتوا المهم استمر في طريقه الفني فطردوا والده وغضب عليه وغضب عليه لغاية قبل ما مات والده بفترة بسيطة راح واسترداه راح الاسري لمسرح جورج ابيض عشان يشتغل هناك جورج ابيض راجل جد وبتاع مسرح تراجدي وحاجة عظيمة جدا وبتاع تقمس وشغلانة يعني لقاه بيطقن لغتين اتقان كامل اللغة الفرنسية والانجليزية فعجبه جدا خصوصا ان جورج ابيض كان بيشتغل مسرحيات مترجمة وحتى الاسر نفسه كان بيساعد في ترجمة هذه المسرحيات المهم ان جورج ابيض عجب الواد وقال لك ممتاز تعالى يا ابني هديك دور ورح خبطه دور في مسرحية تراجدي يانهر ابيض بقى الراجل الاسري ده اللي احنا كنا بنشوف ونموت على نفسنا من الدحك هيلعب دور تراجدي المفروض ان في الدور ده ان في دور حزن وبوكة وحاجات كتير جدا كده بدأ الاسر يقول الجملة بتاعته لكن بدون بوكة جورج ابيض غضب من مطلب انه يبكي معرفش مهم ضغط عليه عشان يحاول يبكي كان بيشارك الاسري في مصرحية اوديب مالكا مع جورج ابيض المصرحية غم وخيانة وقاتل وحاجة كده امينة رزق خالص تخيل حضرتك الاسري اللي بيفطسك على نفسك من الدحك لما تشوفه واقف قدام جورج ابيض الجد اوي ده وهو عمال يلعب دور العراف الاعمى خد بال حضرتك من الدور ده العراف الاعمى اول دور يلعبه القسري في المصرح كان دور اعمى خد بال حضرتك من اخر مشهد هنقوله واحنا ماشيين مع بعض لما يلعب اخر دور ليه في المصرح برضو المفروض ان نص المصرحية اللي بيقوم به جورج ابيض بدور اوديب وبيقول للعراف اللي هو القسري بيقوله صه يا ابن الجحيم والمفروض القسري رد عليه بشكل فيه جدية فرد عليه بطريقة اللي كلنا اكيد عارفينها ومتوقعينها من القسري قال واح سرطاة انا تقول لي صه فانفجر الجمهور كله طبعا عمل حاجة كده تركيبة بتاعته اللغة عربية على عمية ارتبق جورج ابيض اللي بيشتغل بالتقمص وخرج من حالة الاندماج وطبعا كان معروف زي ما قلنا عن جورج ابيض انه صاحب مدرسة الاندماج في التمثيل العربي غضب عم جورج وامر باغلاق سطارة المصرح ويا ده يا دقي انفعل على الاسري في الكواليس والاسري مش فاهم اصلا الراجل ده زعلان منه ليه ده انا دحكت الزبون وكل الناس في المصرح مبسطين زعل منه عم جورج ليه راح عم جورج راح ساكعه قلم وراح طرده من المصرح بتاعه وقال له امشي يا فاشل في اليوم التاني كتبت الصحف وهي بتموت على نفسها من الدحك وقاله الممثل الذي اضحك الجمهور في مصرح جورج ابيض الذي لا يضحك فيه احد كانت دي بداية السعد للأسري كممثل سمع بالحكاية دي مين عم الرحاني اللي كان عنده مصرح تاني ومدرسة تانية خلص وكان صاحب ايه مزاج وحاجة عالية اوي وبيحب الضحك طلب من مدير مصرحه يروح يدور على الواد اللي خرق جمهور جورج ابيض من وقاره ودحاكه المهم جابوه وبدأت حكايته الفنية وحياته الفنية مع الرحاني بدأت شهرة ابن الجواهرج الممثل للكمه دي خفيف الضل المعلم والحنوتي وابن البلد دخل الأسري عالم التمثيل سنة 35 لما اختاروا الجزائرلي في فيلم المعلم باحبح واصبحت شهرته شهرة كاملة العدد وبقى مطلوب بشكل كبير جدا وكان بيعمل في السنة عشر افلام على الاقل كان الأسري متمنى يكون عنده اولاد كان بيحب العيال ونفسه فعيل زي بقيت عيلته المهم ان الراجل اللي كان بيتمني عيل ده كانت عيلته سبحان الله زي ما قلنا كلهم ما بيعيش لهمش اولاد المهم اتجوز بعد زوجته الاولى دي اتجوز كمان مرتين واللي اتنين معرفش يخلف منهم واضح قوي ان المشكلة كانت عنده المهم انه طلقها عرف الأسري ما يريده الجمهور منه عرف الزبون عايز ايه ورفض يخرج من عبائة اولاد البلد وقال انا لا اصلح الا لأدوار اولاد البلد صاحب القهوة الجزار الحانوتي ماقدرش امسل دور باشا عمري ما اعدت مع بشوات يا جماعة ده كان رد الأسري وهو بيتحك وبيموت على نفسه من الدحك لما المخرج احمد بدرخان سنة 51 طلب منه يشارك في فيلم مصطفى كامل الله يرحمه ويجسد شخصية زاكي باشا مبارك وصل عم الأسري للقمة وتقلق في أدواره وعمل بقى أعلى دوره وأحلى دوره اللي اشتهر بيه جدا حانفي شيخ الصيادين في فيلم ابن حميدو عام 57 واللي تكلف في الوقت ده 18 ألف جنيه وكسب الفيلم 300 ألف جنيه وده كان مبلغ ضخم جدا فإذا أصبح الأسري نجم من نجوم السينما والمسرح وكان بيجيب فلوس كتير جدا وكسب فعلا فلوس كتير جدا عمل الأسري في حياته 64 فيلم كان أخرهم سنة 60 فيلم سكر هانم ده كان آخر فيلم يعمله الأسري في السينما الأسري اللي حب الفن ودخل المسرح واشتغل في السينما مع صديق عمره إسماعيل ياسين قدم مصرحيات كتير وقدم أفلام أكتر وكان دايما إسماعيل ياسين شريكه إسماعيل ياسين اللي هاجر وطرق أهله اللي كان أصلا أبوه بتاع مساغه وبتاع دهب وكان عنده ورشة دهب هاجر من السويس وقابل الأسري في القاهرة فالأسري حب إسماعيل ياسين وكان دايما يقول إسماعيل ياسين ده هو شقيق روحي في الفن إسماعيل ياسين أنا بحبه لأنه شبهي في كل حاجة حتى في الدهب هو ابن واحد بتاع دهب وأنا ابن واحد بتاع دهب إحنا الاتنين بدأنا حياتنا اتمرمطنا عشان نقدر نسبة وجودنا وفعلا أثبتنا وجودنا إسماعيل ياسين قدر يبدأ حياته من خلال الرحاني وأنا كمان بدأت حياتي من خلال الرحاني مصرح الرحاني جمعهم ومصرح إسماعيل ياسين كانت عليه النهاية النهاية المبكية الضهورة حالة الأسري سنة 58 بدأت حالة صحية الضهور وهو كان على المسرح وكان بيعمل مصرحية اسمها عايز حب وجاله خبر وفاة أخوه محمد اللي أصغر منه وهو على المسرح ضغط على نفسه كملت دور وبعدما المسرح تقفلت سطرته انهار وباكى بكاء شديد وخدوه على المستشفى وهو في حالة انهيار تام في المستشفى لفت عليه بيت حلوة كده وجميلة ونغشة ممرضة اسمها سهام سهام دي عرفت انه غني وانه تجوز قبل كده عشان يخلف ولد وعرفت تضحك عليه وتقنعه انه يتجوزها بحلوتها وبلطفتها وكانت شابة وهو كان كبير ضغطت عليه بجمالها وانا محتاج اسأل سؤال ومش عايز اجابة حضرتك بس افكر فيه ايه اللي بيخايب الرجالة لما يلاقوا واحدة حلوة ايه اللي بيخلي راجل المؤخذة يعني يريل ويتنازل ويتنيل على عينه لمراته اذا كانت واحدة صغيرة ولا حتى اذا كانت واحدة كبيرة ليه الراجل يتنازل عن تماسكه وعن رجوله ليه كتب لها كل ما يملك بعد ضغطها عليه وللأسف حبسته في اوضة ومنعته يخرج ولما جات ماري مونيب ونجوة سالم يدوروا عليه لانه اختفى ومش لقينه دخلوا البيت خبطوا وفتحت لهم سألوا عليه قالت لا 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 ده مش موجود انكرت وجوده طبعا ماري مونيب كانت واحدة جامدة جدا في الحقيقة زي ما هي جامدة على المسرح رحت زقاها ودخلت على طول على الشقة ودورت عليه وفتحت اوضة لقيته يا عيني مرمي في حالة سيئة جدا وقرب يموت حالة الصحية كانت خلاص على وشك الانتهاء المهم ان الزوجة المحترمة اقامت علاقة مع شاب كان بيربيه الاسري وبيصرف عليه وكان معتبره زي ابنه اعتبر المكواجي اللي كان ساكن جنبه او صاب المكواجي اعتبره ابنه ضغطت عليه الهانم اللي خانته بعد ما خدت فلوسه كلها ضغطت عليه عشان يطلقها وفعلا طلقها واتجوزت الشاب الحلو الحليه والمكواجي اللي كان ساكن جنبه وكان ده رد الجميل من الشاب قليل الاصل ورد الجميل من الزوجة قليلة الاصل خرج الاسري مع ماري مونيب ونجوة سالم ودوه المستشفى وجمعه له قيمة العلاج لان الزوجة اللصة خدت كل الفلوس وطردته كمان من البيت بعد ما حاول يكمل حياته ملقاش مكان يرجع له اصبح لا يملك مكان يعيش فيه اتكلمت نجوة سالم مع المحافظ ووفروا له فعلا شقة من شقة المحافظة وتبرع الاديب الكبير يوسف السباعي رحمه الله بغرفة نوم عشان الراجل يعرف يلم نفسه ويرجع تاني ويشتغل وفعلا اشتغل وهو في احد المسرحيات مع اسماعيل ياسين صديقه وصديق عمر واللي كان بيحبه حبه شديد وكان دايما يقول ان انا بيحب اسماعيل ياسين لانه شبهي هو ابن راجل بتاع دهب وانا ابويا برضو كان بتاع دهب واحنا الاتنين تفرقنا عن اهلنا بسبب الفن صرخ وهو على المسرح وقال انا عميت الجمهور مات على نفسه من الدحك والممثلين كمان افتقروا انه عامل اضافة في المشهد برضو ماتوا على نفسهم من الدحك صرخ تاني وقال يا اخوانا انا عميت انا مش شايف الحقوني بدأ بدور اعمى في مصرحية اوديب مالكا وانتهى فعلا اعمى في حياته كممثل على المسرح نهاية حزينة عاش الاسري ايامه الاخيرة مع اختبهية ولكنها كانت ايام قليلة اوي وملحقش يتهنى بالشقة ولا بالقوضة اللي وفرها له والقوضة اللي جابها له الاديب الكبير يوسف السباعي صعدت روح هذا الرجل الذي اضحكنا الى بارئها في يوم 8 مارس سنة 1964 مات ولم يدفن في مدافن اسرته ولا تعرف حتى اسرته الى اليوم اين قبره كانت دي حياة او مأساة مأساة فنان اضحك الناس على المسرح وداخل الشاشات وضحكت عليه الاقدار فعاش ومات بيحب حلم وبيبحث عنه لم يجدوا ابدا انتبه الحياة صهيرة مفيش حاجة بالدوم شوف فن لكن متشوفش اللي يجدب عليك متشوفش الا الفن اللي ممكن يضفلك اوعى تشوف فن ممكن يغيبك ويضيع وقتك لان سنين الفن ممكن تكون بيضة وممكن قوي تكون سودة وسودة قوي 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 بدون تنازلات والى حلقة جديدة من الفن وسنينه وهذا ماجد عبدالله يحييكم وكل عام وحضراتكم طيبين وبخير اشتركوا في القناة